عزيزة تكلم على التجميل لازم تتحدث عن التجميل أنت الليلة ليه أنا يعني كل نساء العالم يتحدثون عن التجميل ما أنا بس نعم اهتمامنا بالتجميل طبعا بزيد في رمضان ويمكن شكل المواد في المطبخ يعني دائما بنلجأ للحاجات البسيطة حاجات الممكن تكون متوفرة في متناول اليد وهو ده حقيقي ما حكي يعني أو كلام بيت قال حقيقي المرأة السودانية تستطيع أنها تشتغل على روحها من الحاجات الموجودة عندها في البيت وتحديدا السكر الزبدة كل الأشياء الليمون دي كل حاجات بتفيد المشرة وبتاهم وينا خبير التهمية يا سماس عبو ظفيرة وهكذا يا سلاح في كل حاجات مهمة وحانيضعها بالبس عندنا فيديو أنا وانتي مؤكد برضو حنستفيد قبل الناس اللي بشاهدوا فيديو في التجميل حانيش نشاهد الفيديو ده في الكنترول ونجي راجعي لضيفتنا ينتظرونا ما فيه ولا واحد ممكن تجيب ورقة وقلم للسيدات البتاليونة في البيوت عشان نكتب له فيه وصفات سريعة مفاجئة بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او عربية او سودانية هي تحتاج الى لمسات خفيفة بتضيف حاجة جميلة اشرف مخرينة قال لنا عيونكم يتقددوا قال مش عيونكم يتقددوا اشرف الطوالي بنقول الكلام المشاهدين عشان ما تتكلم معنا نحن بس عرفة عن المرأة اهتمامة بالجمال واهتمامة بيروحه يعني بس التجريب بيكون مهم حيث يكون جربوا في الصالونات بتاعت الرجال لكن بحاجة اكبر منه بعدين اشرفوا عارس يديم يعني مؤكد بكم مشا الصالون يعني رجال فبالرجال حتى كمان بيقول يهتموا ببشرطهم تحية لي كمان خبيرة المكب عندنا في قناة المعرفضة هي سلمة يوسف اللي دائما متعانة بتطلع الجميلة وبيريشة الناعم الرقيقة اللي ما بتكديده اشرف تحية لي دفتنا كمان خبيرة التجميل تقوى الأحمدي او مستوتة زي ما انت يعني مشهورة اهلا بيكم كل سنة وانت طيبة في البداية ورمضان قرب والحاجات دائما بتمشي في اتجاهها المرأة سواء كان على مستوى المطبقة وعلى مستوى اهتمامة بنفسها لان الجسم بيكون عطشان والخلايا بتتجدد وحاجات كثيرة بتصيب المرأة في رمضان بداية نحي كل السودانيات السمروات اللي بتابعونا الآن ومباشرة موضوع التجميل تفضل المساحة لك اهلا بكم وان شاء الله يكون دفع خمسا عليكم نعم شاء الله الشعر هل بيتأثر بقلة الماء؟ اكيد طبعا اكيد طبعا الموية نفسها يعني نحن نمث في رمضان الفترة طويلة جدا ما بنشرب موية فالموية يعني فيها عناصر مهمة شديدة للشعر فالحاجة المهمة المفروض يعملوها في رمضان انه من فترة الفطور للسحور تايمة نشرب موية كثيرة يعني 8 كبايات هي صعبة شوية عليهم لكن يحاولوا يعودوا للحاجة الفقدوية للفترة النهارية جميل ممكن يعني الموية الكثير زي يعني غير الموية شوية الموية الكثير في الغسيل تضر الشعر؟ اكيد طبعا اكيد طبعا الغسيل بالشامبو بالحاجات تالي الموية في نفسها لانا تضر الشعر بالعكس ان الشعر بحتاج ترطيب طوالي بس فكرة انك تغسليك وطوالي بالشامبو بالصابون باي حاجة هي دي المضرة نعم طبعا نحن هنا بنتحدث عن شعر افريقي من الدرجة الاولى طبيعة البلد بلد استوائية درجات الحرارة مرتفعة وكذا طبعا اكيد الشعر الموجود عند الاناس في اسيا في اوروبا في المنطقة العربية بيختلف عن الشعر الموجود في السودان هو بيتميز بالجفاف وفقا لطبيعة البلد زي ما قلنا فهل في نصائح محددة لشعرنا الافريقي هو شعر الافريقي ما صعب يعني زي من الناس هما فاكرين انه صعب لا بالعكس الاهتمان بوسائح الشريب الترطيب في اي حاجة ترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب المايا دايما يعملوا الدفاير الافريغية بتحفظ الترطيب بتاع السبيبة تمشط يعني ايو المشاط المشاطة يعني بيتجد رهيب شديد يعني بتقول الشعر بيمنع التغصف بيحفظ لك الرطوبة جوا السبيبة يعني بيكون محافظ لو انت عملت كريم ودفرت شعرك الكريم السبيب تستفيد منه بأنه بيكون مدفور نعم بحافظ على المواد كلها ايو بالإضافة للترطيب يعني انه الواحد بيحتاج انه تردب شعرها مثلا في اليوم مرة مرادين فاكنت لي مشاط شوية غاسي لا لا الغاسي هو صعب طبعا بيأزي البصيلات دايما يكون شوية مرث يعني ايو بقول لو ما شاط شعركم وعملوا الاسبريب بتاع موايا مفيد شديد دي طريقة مفيدة جدا نعم احيان طبعا الناس بتجألي تركيب الشعر وغيره من الحاجات خصوصا في المناسبات المحددة وغيره فكيف اقدر احافظ علي بشكل الشعر اذا كان مركب في اي نصائح للموضوع ده الشعر نعم المستعار لما تجعل مفروض انك تحافظ على الشعر من جوه اول نعم تعمل لهم ماسك ترتبيه وبعدين الوحدة عادي ممكن تعمل بتاع طيب الشعر المستعار او الباروكة في ناس يعني برضو كتير بيستعملوها بيستعملوها هل هي فعلا بقولك صحية وبتحافظ على الشعر الجوه ولا هي ممكن تأزي الشعر لانه بباح جبل الهوى دائم نعم طبعا ما صحية هي بتحدي بالأي حاجة يعني للشعر فانتي بتكون لابسها اذا بزات تزول لابسها فترة طويلة شديد مع قيسة طبعا اكيد الشعر بحتاج انه يتنفس فانتي بتكون كتمتيو تبدأ ربا ببيرو هذا الجزور ايوه الباروكة الجديدة فيها تلبسية طاقية انتي اليوم كل ممكن تكون لابسها يبا الجزور ايوه صعبة شديد الشعر ما بقير يتنفس يعني الواحد تقدر ما تحاول تقدر انه شنو تخلي شعره يتنفس حتى المحجبات بربطه اليوم كله لما ترجع البيت تهوي شعره تخليه مفقوق يتنفس الكتمة صعبة ايوه الكتمة صعبة الشعر نعم موضوع التجميل هو اي انثة يعني بتحتاج انها تهتم بنفسها ويعني ليس بالضرورة عشان في مناسبة او كده يعني تقول احمدي في وجهة نظري موضوع التجميل هل هو موضوع صعب يعني بنقدر نمارسه ولا عشان نستقدر تكون معانا في نعم بالذات يعني احنا اكيد ما صعب يعني كلنا نحي بنحب الزماية يعني بنفتش في الحاجة دي ما صعب حاجة سهلة شديد من افسط حاجة انت ممكن تصنع موضوع التجميل لنفسك لبشرتك لشعرك من مطبخك يعني حاجة دي سهلة شريط ففي ناس بصعبوا الموضوع بينشو الحاجة الجاهزة السريعة غالية حاجات الجاهزة غالية جدا وعلى فكرة انه الحاجات الطبيعية يعني ممكن مفعول يكون اسرع طيب مثال يعني ممكن تقولينها للوش او للشعر اذا شعر جيت عملت ماسك بتاع ماينيس ممكن تشوف نتيجته اسرع من الحمام الزيت انت بتجيبين برا من الصيدلية تخطي شعرك ممكن تشوف نتيجته بس منجد اول المايونيس تضيفلها والعسل على حسب نوع الشعر بتاعك اذا كان المسامية بتعطيك منخفضة او عالية او متوسطة ندك كل واحدة بتعرف سبباتها هي شنو بتشتغل عليها نعم بالمايونيس والعسل بيفعل كل نوع الشعر المايونيس ايوة العسل والمايونيس رهيب شديد بيخط معهم موز الحاجات دي مفيدة شديدة للشعر طيب الزمن كم وهل اكون اخلي الشعر مغطى بالطاقية تاعت الكوفير دي ولا اخليه للهوة عيات الشعر انت عارف بس يوم بتجمع يعني في اخر اسبوع الواحدة ممكن من الصباح تشتغل في شعر الى حد اخر يوم تعمل الماسك الترطيب المشاط الزيت كله بيدي عمل في اليوم دا الماسك بيدي عمل انا ساعة يعني ممكن نص ساعة ساعة لكن كله ما قعد ما هو حاجة طبيعية ما حدور شعرك كله ما انت خليتيه في شعرك شعرك بيستفيد منه اكتر تكون مغطى ولا يكون كاشف الشعر لا تلبس تلبس بلاستيك اذن فيما يخص الشعر يعني الكلام مهم انه شعرنا الافرق بيحتاج للترطيب ثم الترطيب اكيد اكيد ثم الترطيب بالنسبة لي زبدة الشية في كلام حولها دايما الناس يعني في الفترة الاخيرة بيقيت نشطة في انها تجيب وتستخدموا كده في اي نصائف فيما يخص المنتجة زبدة الشية زبدة الشية زبدة الشية الأصلية يعني انت اذا لقيت المنتج الأصلي اكيد يعني كيف شديد بس للأسف انه في السوق يعني دايما بتلقي حاجات مزيودة فكتير من البنات بيتيت تقول لك انا عملت زبدة الشية عملت لي حكة في شعري او شعري بدي ينزل او كده اكيد طبعا هي ما بيور اكيد ضيف لها حاجة فدايما الواحد تفتش الحاجة لقيسة البيور الماما ضيف لها حاجة تجيبه وتخد اضافات هي ممكن تعمل لها زي تلوز زي السمسم اي حاجة وتخدها في شعرها نعم الباق حمام حمام زيت ولا هي زاتة يعني في ناس بيخدوها مثلا في الشعر برضو ساعتين ثلاثة اربعة وبنفس بيغطوها بالطاقية وعدد كده يجيو يغسلوا شعرهم بالشعر وفي ناس بيستعملوها يستعملوها يستعمال اليومي مع الزيت الانسب هو الأصحياته الانسب انك تخفيها بزيت تجيب الزيوت اللي بتنفع مع المسامية بتاعتك وتعميك حمام زيت في شعرك وتغطيها بالبلاستيك بتاخذ ساعتين تغسيلها من نسبة الروائح بتنفع الحيطة بتاعت الريحة بتاعت الزياد يعني شوية ريحة هي ريحة صراحة زريفة مكسرة يعني ما صعب على عالي يعني يعني هي ريحة الأفضل من البيض والحجر التانية للشعر والتوم في تفاصيل تانية يقول لك دوارد غالة كيف التأكد يعني هس انت تكلمت عن حجم واحدة فيها اضافات واحدة بيور دي محتاجة لعشاب مثلا ولا انتم بتعرفوها لا هو كذو الخبير ممكن يعرفها بس الناس يعني في البيت ممكن تأخذها وما تعرف انها هي حاجة مزيودة ولا كده دايما الزبدة الأصلية بتكون لزجة ما بتسيح في السخانة ما بتسيح يا عميرة ما بتسيح في السخانة بتكون دايما متماسكة الحرارة بتاعت الغرفة لما بتسيح الزايدين اقل درجة الحرارة بتحسي انها صاحب زي البلدية بتشم فيها الريحة بتاعت الشحومة الحيوانية الودق ايو بتكون باين شريفية يعني عميرة يمكن اخذت لها مقلب في زبدة شي وساحة لها عشان كده يعني عميرة قال لك زبدة بتاعتك الاشتريت طيب اذا خلصت نسرة لازلتنا الشعر وبعد نهاية هناخد نصائح عامة موكت في نهاية الفقرة نمشي للاهتمام بالجسيم البشر علي الدين الترتيب وزي ما الشعر بنقص موايا في رمضان الجسم برضو يكون ماد جفاف اعمل شو عشان نقدر عوض الموايا لانا فقدت هدي غير اني اشرب موايا الترتيب بسنا اليوم وانا صايم ايو اصنا اليوم اهم حاجة ترتيب الموايا بعد الفطور ده اهم حاجة اصنا اليوم تمسح الجسم دائما بمرتبات قوية اذا انتي بشرة بيافة دائما تشوف الحال القوية هي بترتب لك في الوشنات كويسة زي اليوريا اليوريا ده ممتاز للناس البشرة مجافة شليد يمسحوه في فازلين اللوشن خفيف اذا انتي بشرتك جافة ما حيرت بليك اعرف كيف البشرة جافة عمل التستي بتاع البشرة ولا بلايك بشرة بشرة الجسم طبعا نظاهرة شديد تشقك بيكون ناشرة لما تطلع لديك من الموايا بتحسي انه ايدانك مش دودة او عملت قشرة نعم تنقل في رمضان طبعا غسيلة الاواني العيد ده حاجة بتكتر استخدام الصابون وخصوصا احنا يعني في كتر من الاحيان الصابون ذاته ما بيكون فعال لليك انه يحافظ لك على اليد اكيد طبعا في انواع كتيرة بتاع الصابون لكن بطبيعة البلد يعني اصلا الناحية التجميلية بتكون ما مهم مش دي فقبل ما ابدأ اغسل الاواني او الاطباق او العيد مفروض مسلا امسح ايدي بفازلين يعني بتنفع الحاجة دي فعالة هي اه تمسح دي بعد ما تخلصي قبل ما ابدأ كيف لما انت تفدي ممكن نمسح دي تلبس غلوف هي الغلوف بتاعت البلاستيك دي بتشتغلك حاجتين بتحميك من الصابون والموية وبترتب لك الجو يديك وتعمل لك تكشير امسح كريم ولا بساها بتكون درتع صفورين بحجر اول ما طلعت الغلوف تخلص لك بتلقي يديك نعمة ونظيفة وبنسبة للناس اللي بيكسلوا وما بيقدروا يلبسوا الجو انت يعني ممكن امسح مرض يدي محا حتى لو امسح حتى لو امسح محا امسح انا كسلاني مجرد ما خلصتي يكون عندك فازلين قوي او الجل بيبي جونسون او ازياد بيبي جونسون يدي كلينا اهم حاجة تخسيلي تخسيلي بصابون ثاني يعني صابون مرتب او صابون حمام يكون خفيف على البشرة تخسيلي بعد تمسح حدي بالمرتب بتاعي في ناس عندهم وجهة نظر مغايرة الاشي الممكن تقول لنا الاحمدي فيما يخص الترطيب اللي هي يقول دائما دار اغسل بالصابون يقول لك الصابون بينظفني بزيل الشوائب الحاجات زي فقرينا وتشقفنا فيما يخص الصابون وعرفنا ان الصابون حاجة صعبة جدا ومؤزية بالنسبة للبشرة حتى معدلات الصودة المستخدمة من بلد لبلد بتختلف وافضل سوابين تجي لكل البلدان هي من المانيا لانو فيها معدلات حقية اقرب للطبيعة فكلمين عن فكرة الصابون كيف نقدر نصحح معلومات حول الصابون واستخدامه بالنسبة للوش وبالنسبة لباقي الجسم هو الصابون صراحة ما يعني انا بقول لك انو ما احنا ما نحتمل عليك بالنظافة انو مسلا هو بنوضف ونقع في الصابون فريق فريق في بشرتنا حتحصلك رواسب الصابون حتدخل بشرتك حتشقك حتكون يعني كابة شديد بشرتك يعني حتكون قاسي شديد تكون جافة وناشفة ناشفة التهيوج في البشرة في العاجات دي كله يعني دائما امشل الحاجات في صابون ضف مرتب نعم مرتب يعني لو انت شلت الصابون وكلها غسلت بايدك وخلصت الصابون في الدك بشرتك بشرتك لسرطبة يعني انك تقسل بالصابون الفي وصعدة مجرد ما خلصتي تقسلت ديانك بصابون تاني زي ضف وبعدين تمسحي بمرة تبقوي نعم جميل طيب يعني اتمنى ان يكون في تلفونات من المشاهدات وحواء السودانية يعني لو دخلونا لو جاء تلفون بيكون جميل يعني لو في أسئلة عشان نقدر نخدم الناس من خلال الفقرة زينة وتجميل لانو الناس منتظرنا من كبير يعني اعلن انه في مفاجأة في نهاية الحلقة بتهم حواء السودانية بالنسبة برضو مشكلة الصابون برضو ما زالت قائمة يعني الناس اكتر السودانيات ما عندهم اللي هنا بيستحموا يعني اللوشن بتاع الحمام يعني ما بيال يبشور فقصة صابون في الحمام دي معناها صابون الصابون ممكن تقلبين ونتجها رجال على الفكرة سهل جريد تجيب الصابون تبشرية تخطي معها جرسلين ونقطة بتاع الزيت بتاع لوس سيدة يعني السلجان ايو تخطيها في قارورة بتاع اسبري وفي الحمام هي كده بيقيت لك يعني الصابون بتاعتي القاس بيقيت لك شاور قلم دخلتي معها جرسلين درسل مرتبط شوية في برضو حاجاتنا البسيطة يعني من شي إلى العيشة في البيت اللب بالجوة بنخمرها أول ما خلصت من العدة وردو ممكن تمسحية دينك وبحبة زيت سمسيم أو زيت فول بتساهم في أنه ديك وامريحة يعني ده بالنسبة بالشابات نعم بالنسبة للشابات بالنسبة المزوجات طبعا كد بنستخدم ديك وزي ما الخبيرة تحدثت عنه إذا لبست الجوانتي بيساهم في أنه بيرطب البشرة وبيطلع القشور كمان لما أن يتعرض للمواية بتحصل نفس العملية مش كده يعني الجسم بيزم يا فاطمة ناس حلفة حبابكم تفضل يا فاطمة معاك خبيرة التجميل تقو عليكم السلام عليكم السلام فاطمة نحن الأسعد حبابك ألف الله خبير تفضل يا فاطمة أمني بيها لكن دعم الله يعني بيها حاجة طبيعية عندها لك سوضعي زحاك طبيعية حاجة جميل عندك سوال تاني يا فاطمة دي فرصة يعني بيها كريمات كريم جميل واصلي واصلي خوفك ده كريماتك هاي أمود يا رشد تمام تحية للبيع بالجنب دعم الغلبة شوية ينحي شكرا يا فاطمة هنجاوب عليك فضل عايزة حاجة طبيعية لهالات السوداء حيث السوداء يا إما من السهر يا إما من الحمل في فترة الحمل بتجيه الناس هالات السوداء والتعب والحاجات بتعمل هالات السوداء بس دايما تعمل حاجات مرتبة الترطيب وصراحة يعني حاجات طبيعية ما فعال في الهالات السوداء بيقول فيتامين اي ممكن ايو ممكن تعمل الشوفان بالعسل تعمل كمواسك تحتلعي ربع ساعة تغسله بس الحاجة دائرة فترة طويلة تأخذ وقت الطبيعي دائما بياخد وقت زي حسنا صبرنا عليه وبينيه انتعج اكتر من الصناعي زي ما بياخد وقت في النتيجة هو بياخد وقت في انه يعني بيستمر كثير يعني مابر ايو بيستمر مابر مابر فيما يخص الارجل يعني هنا بدأينا بالشعر مش هين ذي اليدين ماشي كويس مفر ايو لغاية ما نصل الارجل والاهتمام بالارجل طبعا رمضان النوافل بتزيد التراويح بنضعرض لحركة بتاعة وضوء بالليل وقفة كتيرة ايو الوقفة الكتيرة فكله حاجة من اجزاء الجزم بتحتاج لعناية محددة فالارجل وكيف نقدر نعتني بها في الشهر الفضل الارجل طبعا اكبر حاجة لانه عندهم مشكلة التشقق طبعا المرة في الباب يكون اليوم كل واقفة والوقفة اكبر مشكلة للرجل الاحذية الفاتحة من وراء الوزن الزائد دي كلها بسبب الجفاف وبتشقق هي ايزان ديك حاجة زي دي يعني علاجة ساهل معصاب ما درورة مش تعملي بدكير وتقشط القلد وكده الحاجة دي مؤزية شديدة في البيت تدفي موعية وتخوط رجلها فيها تطلع تفرقها بسكر ومليح الليمون حاجات من مطبخك كربونات برضو شايف ناس الكربونات برضو فعالة بس الكربونات هي فعالة اكتر في الجلد البشر الجلد الميت الميت ايو بتطلعوا اكتر فديف النشادر النشادر مع معجون مع ليمون تمسح ديه القدم تلف فبنايل سريع كده تصرطين عيدة ثاني انا شادر ليمون مع جرس ليم مع معجون تمسح بها القدم بتاعك تلف بنايلون طبعا الايام دي الابعين عندهم الاكياس دي موضوع رياحت رياحت جيد وبنلبس في البيت في الجزم بتاعت البلاستيك الحاجات المكفولة ايو ايو اذا انت عندك الحاجة دي لازم لازم في البيت ما تلبس حاجة مفتوحة لما تطلع ما تلبس حاجة مفتوحة اذا انت وزنك جايد برضو بتكون عندك الحاجة دي ما تقيف كتير اذا انت حبيت العالج الحاجة دي بقى الصباح المالياش يعني لما تفك النايلون بتاعه تفرق بي الحاجر او حاجة خشنة عشان تطلع القشرة الميتة نعم طيب مزألة النايلون اثناء النوم يعني دعوا الجسم يتنفس دعوا الشعر يتنفس وكل الحاجات دي مثل فون وميبا ومفكوك وكده مع انت بتستخدم بترد علاج بترد علاج ايوه ما طوالي يعني النايلون دي ما ممكن ألبسه طوالي ما ممكن أبسه مع حاجة ضارة يعني ما ممكن أمسح ليك كريم مثلا بتاع تفتيح او حاجة زي دي واجه ألبس النايلون لا بس مع المرتبات إذا انت حاسة انه جسنك جاف نعم الجسن بحتاج جو دافي الجاف بحتاج يعرق ايوه يعرق فكيه القدم مهم الكعب دا مهم شديد انه يعرق يعني كن في جو داف جو سوري دافي عشان ايوه يعرق وتفرك القشرة تطلع لك بسهولة بالنسبة للدخان الشوداني يعني فكرة العرق دخان وكذا والناس بعانوا من فكرة القشرة وجوز من اهل في السودان بيقسم حتى الدخان لدي يقول لك فلان دي دخانة نجيط بمعنى انها قعدة طويلة واخد لون واحد يقول لك الدخان تعني كويس لانه اي ما اخد لون مش كذا مرات يعني بيتخذ لفكرة ريحة اكتر من فكرة انه يعالج البشرة فالمحددات دي كيف بالنسبة للدخان بساهم برضو في مقصر الرجلين يعني هو عن تجربة طبعا اكيد مفيد ايوه 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 بناعم الرجلين هو من البشرة بناعم الرجلين بناعم البشرة بيعالج بطل لك السموم الجوة العرق ده سموم انتي كانت قاملت رياضة يعني بدل تجري ساعة ساعتين عرقتي قاعدت في الدخان عرقتي السموم الطلعض كلها سموم يعني العرق الطلعض كلها سموم بس هم حاجة الموية الموية ايوه الفكرة طوال بالموية طبعا كده مع موية باردة موية معتدل لأ موية باردة ايوه الموية صعبة شديدة بعد ما تقوم من دخان تشري موية وممكنت عمل لكي حساسية طفح جلدي ايوه تازل معده ايوه المرة سودانية عزيزة بتتميز بحتة الدخان دي يعني لو ركزت فيه ايوه هذا عمل حاجة جميلة ايوه اجمل من شعوب العالم التاري ايوه حاجة بيتميز بس هي محتاجة كيف تقدر تتعامل معه وكيف تطلع المشرف طيب ادم كمان عنده حظ في فقرة زينة وتجميل وعشان ما يزعل مننا ادم برضو لازم انه اهتم بنفسه نصيحة كمان لادم ممكن منه بيشعره وبجسمه كمان بيريقديل لانه كمان ادم ياشرف بيريقديل وتشكدك اكثر يعني من حوى ادم اهتم بيو حوى اشرف ونحن دايرين كل الستات يعني تحتوي بالراجل في بداية حياة وفي منتصف العمر وكده يعني بزاعة ادم محوى طيب لا يتم برا هم ما شاء الله يعني ادم بتاعي ومعندي مهتمين مهتمين شديد برضو يعني المرتبات الفيسيضلية ما هي لنا بس هما ما بيحتموا بالحاجة صراحة او في رجال بمالت لا بالعكس يعني بدي بشرة عين وفروض تخفز عليها على قلعة طعم حمام بس تمسع حاجة بسيطة شديدة ما صعبة نعم نعم نقول بتضايقه مثلا من السيح ولا كده وبنسبة للشعال بالنسبة في حاجة لابس فسيضلية الرجالية ممكن حاجة خفيفة بتناسب صح عادي والمرأة يعني لازم توفر لي المعلومات الخاصة بالحاجة حقيقي يعني لما انتجي منك بتكون فرق يعني تقول لي وفي حاجة بحث مثلا في الصيدلة وفي العشاب وليقيت الحاجة بتناسب معك وبيكونوا مبسوطين بالمناسبة تقوى تقوى الأحمد يعني ساعدنا بإرشاداتك يعني ممكن نصيحة أخيرة ولو واحد عايز إرشادات أكتر أو عايز يلاقيك أو يجيك برضو وين يعني طريقة التواصل سراحة لسا ممكن التواصل بالصفحة بداتي سكين كير بتاع الجروب بتاعي هم طبعا الليلة حيزعل من الناس الجروب لأنه أنا والله مشغولة ما قاعد التواصل معهم طوالي يعني قدر ما أقدر بدخل وأطلع طوالي طيب لما تنزل خواست وتقول مثلا لصحبة آخر تعليق مثلا عندها كده ولصحبة آخر تعليق يعني على الأقل يعني شغالين الناس بتعلق وتعلق والبوست محكم دفل يعني فالمجغول هذه حكم من المجبل صعب نعم لازم يكون في حاجة اليوم كتابة ضرورية عملت اللي كتنا وعاهم 30 ساعات عشان تقدري تحسن الموضوع بتعلق الصفحة 30 ساعات أيوة أول حاجة بحيبات جروبي كلهم صراحة ما شاء الله عليهم يعني أول ما أدخل الجروب كده في ناس أنا بيفتح النفس بيفتح نفسك للشغل لأنك تنزل لهم بوست لأنك تسعديهم لأنك تديهم نصايح وكده بس ما يجعلوا مني في قفل البوست لأنه بتجد ما شاء الله البوست كتير وهم ما كتير فبسحي أنا من رابط نعم تسلمي شكرا لك تقو أهل الأحمد مدام تتع لنصايح وإن شاء الله رمضان يكون سعيد عليك وعلى كل البنات في الصفحة وزي ما قالت مدام تقو وزي ما قولوا الخبراء أن عملية التجميل عملية ما صعبة تستطيعينك تكوني جميلة في أي وقت بس اهتمي بالموضوع وواصلي في المسألة شكرا لك عزيزة على التواصل رمضان كريم عليك في آخر حلقات حق البرتقال شكرا أميرة وأشرف وكل الشباب يعملين معك شكرا لك سلعفة سعدت بالرفقة شكرا كمان مرة ثانية تقوى شكرا لكل الشباب شكرا قدورة خلف الكاميرا شكرا أحمد في هندسة الصوت وأشرف مخرجنا العريس التحية لك وعمار عبد الرحمن في هندسة البثة المباشرة أميرة عبد الرحمن حنفتقد يمكن في المضاء حنفتقد حق البرتقال شكرا كمان طارق عبد الله وعبد المجيد في البلاتو شكرا لكل من شارك في حق البرتقال لحد ما نلاقيكم إن شاء الله كل سنة أنت طيبين وتصوموا وتفتوروا على خير وأقعدوا عافية مع السلام ترجمة نانسي قنقر